دعونا نوضح أكثر عن هذه الانتهاكات للميليشيات الحوثية التي لم يسلم منها المساجد ودور العبادة انتهاكات جديدة ترتكبها الميليشيات الحوثية في اليمن ضد عشرات المساجد في محافظات يمنية تنوعت بين المداهمة والإغلاق وقطع المياه وفرض خطباء مولين لها وفق ما نقلته مصادر للشرق الأوسط قالت إن الميليشيات قطعت المياه عن عدد من المساجد في العاصمة صنعاء في أحياء مسبح وسنينة وشملان متسببة بإغلاقها أمام المصلين كما داهمت الميليشيات الحوثية خمسة مساجد في مدرية سنحان ثم أغلقتها لعدم تقييد الأهالي بأفكار وتعليم ومعتقدات الميليشيا التي تضع لائحة شروط مقابل إعادة فتح المساجد بينها فرض خطباء وأئمة موالين لها وترديد الصرخة الخمينية عقب كل صلاة وغيرها وقد سبق للميليشيات الحوثية اقتحام وإغلاق مسجد السنة في مدينة رذاع في محافظة البيضاء وترضي القائمين عليه حتى أن أذاها طال الطلبة الذين قدموا إلى المساجد من كافة أنحاء البلاد لم تتوانى الميليشيا الحوثية عن الاعتداء على إمام مسجد في مركز محافظة إب بعد اعتراضه على تحويل المسجد إلى مكان لإحياء الطقوس الحوثية هذه الانتهاكات ليست جديدة فقد دائبت الميليشيا عليها منذ انقلابها إما بمداهمات أو تحويل المساجد إلى ثقنات ومخازن سلاح أو نهب وقتل واعتداءات وخطف بحق القيمين على المساجد ومرتادية وبحسب تقرير حقوقي فالانتهاكات الحوثية وصلت إلى 3370 طالة المساجد في 14 محافظة على مدار السنوات الثماني الماضية كما وثق التقرير مقتل 109 أشخاص بينهم خطباء وإمة ومصلون في 62 حالة منها قتل بالرصاص و 17 حالة في قصف عشوائي و 19 حالة نتيجة استخدام القوى المفرطة والضرب و 11 حالة نتيجة الطعن 132 حالة إلى جانب توثيق 376 حالة اختطاف لأئمة وخطباء ومصلين و 52 حالة تعذيب جسدي ونفسي للأئمة والخطباء و 6 حالات منها تعذيب حتى الموت